أكثر من 17 ألف حالة مشتبه في إصابتها بجدر القروض 517 حالة وفات في 13 دولة إفريقية هذه السنة وهي زيادة بنسبة 160% في الحالات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي أرقام دفعت بالمنظمة الصحة العالمية إلى أعلان حال طوارئ صحية عامة دولياً للمرة الثانية خلال عامين وذلك بعد تفشي الوباء من الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة ويثير تفشي جدر القروض قلقاً عالمياً خصوصاً بعد تصنيف حالة طوارئ صحية عامة دولياً ما يعني أن المنظمة بلغت أعلى مستويات التأهب وبالتالي يسرع نشاطها في البحث والتمويل واتخاذ التدبير الصحية الدولية والتعاون لاحتواء تفشي المرض بدأ تفشي جدر القروض في الكونغو مع انتشار سلالة وافدة معروفة باسم A لكن متحوراً جديداً معروفاً باسم AB انتشر بسهولة أكبر عن طريق المخالطة بما في ذلك عبر اتصال الجنسي فجدر القروض ينتشر غالباً عن طريق الجنس والتلامس الجلدي وكذلك مشاركة الفراش والمناشف والملابس وتشمل أعراضه طفحاً جلدياً وتوعكاً وحمى وتضخماً في الغدد اللينفوية بالإضافة إلى كشعريرة وصداع وألم عضلي وهذه أبرز المحطات التاريخية للوباء حيث اكتشف الفيروس للمرة الأولى عام 1958 في مركز بحثي يعنى بالقروض عام 1970 اكتشفت أول حالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1980 تم القضاء على جدر القراضة المرتبط بمرض الجدري عام 2003 تم اكتشاف أول حالة في البلايات المتحدة انتقلت عبر قروض مستوردة وبحسب النظمة الصحة العالمية فإن نسبة الوفيات تصل إلى 11% من المصابين